اخد اخبار سريعة كده من الاهلي ومن الزمالك بالنسبة للنادي الاهلي طيب بيتسو مسماني ماذا يفعل خلال فترة التوقف الدولي الدنيا ماشي ازاي بالنسبة للنادي الاهلي خلينا اقول لكم انه الراجل بدأ بتكليف الجهاز المعاون بعداد تقرير فني شامل عن فريق الهلال السوداني قبل مواجهته ان شاء الله بإذن الله يوم 2 ابريل الجهاز الفني حيقوم ايضا بعداد تقرير عن اللعيبة الدولية بالاضافة لمتابعة الثنائي الاجنبي اليو ديانج مع منتخب مالي والتونسي علي معلول خلال تصفات كس العالم الراجل بيجهز الجهاز الطبي بيجهز تقرير شامل عن مصابين بدر بنون اكرم توفيق عمار حمدي صلاح محسن بيرستاو احمد نبيل كوكا علشان تقديمه لبيتسو مسماني المدير الفني بعد العودة من الاجهازة اللي حصل عليها بيدرس ايضا الجهاز المعاون في الوقت الحالي بعض الفيديوهات الخاصة ببعض اللعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو وهنا هيكون عندي توضيح مهم قوي بس بعد ما خلص الخبر ده والجهاز الفني بيستعد لتقديم تقريره الفني ده خلال الايام القادمة طيب امبارح كان معايا مدخلة مع الكابتن وليد المرشدي وهو وكيل اللاعب الدولي العراقي سعد الناطق او سعد الناطق والحقيقة الراجل قال انه حصل كلام وكب حضراتكم على الهوى وقال انه حصل كلام مع امير توفيق وعرض عليه اللاعب النهاردة وبعد المدخلة جاءني تعقيبا مهما جدا من احد المصادر المهمة في النادي الاهلي اكد اكد تماما انه لم يحدث على الاطلاق اي تواصل ما بين وكيل اللاعب وما بين النادي الاهلي او اي اسم من الاسماء التي تم ذكرها اللي هو الكابتن امير توفيق انا ده انا ده بقول ده لانه هي دي المصدقية اللي احنا تعودنا عليها الراجل طلع على الهوى قال انه حصل اتصال بكابتن امير توفيق فالاهلي نفالي تماما الموضوع ده انه يكون حصل تواصل مع امير توفيق وانه اللاعب لا يدخل ضمن اهتمامات النادي الاهلي اصلا وانه هما سمعوا زي ما سمعت الناس وشافت المدخلة بتاعت الراجل برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين طب هو الراجل قصته جات ازاي احد المواقع نزل خبر بيقول فيه انه فيه لعيب الفلاني معروض على النادي الاهلي وبالتالي علشان نجيب تفاصيل اكتر تواصلنا مع الراجل فالرجل قال اه وطب تعمل مدخلة توضح للناس قال كزا اعمل مدخلة اوضح للناس عنيش حاجة يعني تستخبه فسألنا على الهوى قال انا اللي عرضت اللاعب على النادي الاهلي وعلى شخص هو ذكره بالاسم اللي هو كابتن امير توفيق ولاني جالي الرد فلابد وان يعني يحصل على طول التوضيح والتبيان الامور الاهلي قال انه ما حصلاش اي تواصل ومصر معرفوش اللاعب مش في دارة اهتماماتهم محدش كلم امير توفيق خلاص عشان بس ابقى ايه نقلت الصورة بالشكل